صدق الله العظيم رئيساء المجالس والبرلمانات العربية صاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ أحمد أبو الغيط الأمير العام لجامعة الدول العربية معالي الأخ الأستاذ شرامبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا أستاذ رئيساء الوفود السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا أخوة أعزاء في بيت العرب معربا عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لتلبيتكم الدعوة للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورئيساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يتشرف البرلمان العربي بتنظيمه على أرض الكنانة قلب العروبة النابض مصر العرب داعي المولى عز وجل أن يكلّل أعمال مؤتمرنا هذا بالنجاح والتوفيق وأن ترقى نتائجه إلى تطلعات أمتنا العربية وشعبها العزيز كما أرحب باسم البرلمان العربي وباسمكم جميعا بصاحب المعالي أستاذ شرامبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا الذي يشرفنا بالحضور في هذا المؤتمر كضيف شرف عزيز علينا أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم بداية نعرف باسم البرلمان العربي باسمكم جميعا عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى سائلين الله عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته ويدخل لهم فسيح جناته وأن يمنع على المصابين بالشفاء العاجل ونوجه نداء عاجلا إلى الدول والمؤسسات الدولية لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي والتخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانية عليهم كما ندعو إلى تجاوز الخلافات السياسية وإعطاء الأولوية في المرحلة الراهنة لهدف واحد وهو إغاثة المتضررين ممن فقدوا عوائلهم بيوتهم وتيسير وصول المساعدات إليهم بشكل فوري وأسمحوا لي أن أدعوكم للوقوف حداداً على أرواح الشهداء شكراً الحضور الكريم في مستهل كلمتي أتقدم باسم البرلمان العربي وباسمكم جميعاً بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتشرفنا باستقبال فخامته لنا منذ غليل وذلك العام التالي على التوالي وهو ما يعكس إيمانه الكبير بدور الدبلوماسير برلماني العربية في خدمة العمل العربي المشترك والدفاع عن الغضايا العربية والحقيقة إنما سمعنا من فخامته خلال هذا الحوار المفتوح إنما يعكس رؤيته الثاقبة لمتطلبات تعزيز التضامن العربي والارتقاء بآليات العمل العربي المشترك في التعامل مع التحديات الراهنة فنتقدم لفخامته مرة أخرى بخالص الامتنان وعظيم الشكر والتقدير الحضور الكريم ينعقد مؤتمرنا اليوم وأمتنا العربية تواجه العديد من التحديات والأزمات التي تفرض تحديات جسام على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية على نحو ما تجسدها الأوضاع الداخلية في عدد من دولنا العربية فلم يتنفس العالم الصعداء من جائحة كورونا وتداعياتها السلبية حتى جاءت تطورات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الدولية وخاصة الأزم الروسية الأكرانية وما صحبها من حالة كماش غير مسبوق للاقتصاد العالمي لتفاقم من هذه التحديات وتفرض المزيد من اللعباء الاقتصادية على دولنا العربية وذا كانت العديد من الآزمات التي تشهدها منطقة العربية قد استغرقت وقتاً طويلاً في حلها وما تزال عصية على الحل فإن هناك تحديات أخرى هي بطبيعتها لا تحتمل انتظار ولا لملك معها رفاهية الوقت في التصدي لها ويأتي في مقدمتها مشكلة الأمن للغذاء العربي التي تمثل قضية حياء وموت للشعب العربي والشعوب العالم كافة ومن هنا جاء منتمرنا اليوم تحت عنوان الأمن للغذاء العربي الذي بات ركنا محورية من أركان الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل وانطلاقاً من المسؤولية القومية التي تقع على عاتقنا نحن البرلماني العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية في التصدي لمواجهنا من تحديات مختلفة فقد حرصنا على أن يكون للبرلماني العرب إسهاماً في معالجة هذه المشكلة ومنها جاء إعداد الوثيقة التي سوف تصدر عن هذا المؤتمر تحت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن القذاء العربي والتي تمت منغشتها وتنقيحها من خلال لجنة تحضيرية ضمت ممثلين عن أصحاب المعالي رأساء المجالة والبرلمانات العربية وقد عملنا قدر الأمكان على أن تتضمن هذه الوثيقة أبرز التحديات التي تواجه مشكلة الأمن القذاء العربي وأن تجتمل على بعض الاقتراحات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر في التصدي لمشكلة الأمن القذاء العربي ونتطلع على رف هذه الوثيقة إلى الغاد العرب في قمتهم العربية المقبلة لكي تكون تحت نظر جامعة الدول العربية لاسترشاد بها وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الأجعدات الاستراتيجية العربية للأمن القذائي التي صدر بها قرار من القمة العربية الحادية والثلاثين في جمهورية الجزائر الدمواراتية الشعبية أن التحديات التي تفرضها مشكلة الأمن القذائي العربي تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والتكامل فيما بيننا والاستغلال أمثل للميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية حتى نحقق الاكتفاء القذائي العربي ذاتيا ونحمي أنفسنا من أي صدمات أو اضطرابات مستقبلية ولا نترك أقود شعبنا رهنا بمصادر خارجية تخضع لتقلبات المصالح والتحالفات أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور الكريم مع تعاظم وتعدد تحديات التي تتواجه أمتنا العربية تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية في قلب وجدان كل عربي وقد شهدت هذه القضية مأخرا تطورات متصاعدة بسبب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها القوة الغائمة بالاحتلال ضد أشقائنا الفلسطينيين من قتل للمدنيين وتدمير للمنازل ومجازر في مخيمات اللاجئين وتدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها من الجرائم التي ترغى إلا كونها جرائم ضد الإنسانية مما يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزما ويقوض جهود التهديا فرض عادة حياء عملية السلام وفي هذا السياق لابد من وجود تحرك حقيقي للمجتمع الدولي لإجبار القوة القائمة بالاحتلال على انصياء القانون الدولي والتوقف عن تلك الانتهاكات الممنهجة والاعتداءات السافرة بحق الشعب الفلسطيني ولابد أن تتحمل الأمم المتحدة وإجهزتها المعنية مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها وإنهي هذا الاحتلال البغيض على كامل أراضي الفلسطينية تابعنا جميعا بكل أسف ما قام به مأخرا بعض المتطرفين في عدد من الدول الأوروبية من جرام حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف بعلم وتحت حماية السلطات الرسمية في بعض تلك الدول التي تتشدق ليلا من هارا باحترامها لحقوق الإنسان وهي تنتهك بشكل صارخ مبدأ أساسي من هذه المبادئ وهو حرية المعتقد واحترام الرموز والمقدسات الدينية أن هذه التصرفات المشينة التي تتمثل استفزازا لمشاعر ملياري مسلم حول العالم تؤجج خطاب العنف الكراهية وتستدعي منا وقفة جادة أكبر من مجرد تنديد والشجب والاستنكار وإنما يجب أن يكون هناك تحرك جماعي على المستوى الدولي لإصدار قرارات وسن قوانين تجرم وتعاقب الإساءة للأديان والمقدسات الدينية ولابد أن يكون لنا نحن البرلماني العرب دورا مهما في هذا المسعى لذلك فإنني أنتهز فرصة عقد هذا المؤتمر الهام ومشاركة العديد من رئيساء البرلمانات والمجالس العربية وأخي رئيس برلمان عموم أفريقيا وأدعو إلى تحرك جماعي على مستوى البرلمانات العربية والإسلامية والأفريقية لاستصدار قرار من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد بعد شهر من الآن في مملكة البحرين للمطالبة بوضع إطار قانوني دولي ملزم لمنع إزدراء الأديان ومحاسبة كل من يتوارض في مثل هذه الممارسات البذية وفي الختام أجدد لكم أصحاب المعالي رئيساء المجالس والبرلمانات العربية الشكر والتقدير والامتنان لكل ما تبذلون من جهود مخلصة في خدمة أمتنا العربية كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأمان العام لجامعة الدول العربية بقيادة معالي الأخ العزيز الأستاذ أحمد أبو القيط الأمي العام لما قدمته من تسهيلات لاستضافة هذا المؤتمر وكل الشكر للأمان العام للبرلمان العربي بقيادة الأخ العزيز المستشار كامل شعراوي لحسن تنظيم أعمال هذا المؤتمر مؤكداً أن البرلمان العربي رأسة وعضاء وأمانة لم يتدخر جهداً من أجل خدمة منصالح شعبنا العربي والدفاع عن قوايا أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وعزة ونصرة أمتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً